السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور مرحبا للا ميناء الله يجبك بخير يا دكتور الحمد لله اللي عبتني تلاقش بك الله يجبك بخير يا ألف مرحبا للا الله يطول عمرك فغيرت عنك شعورك يا دكتور أنا مريضة إيا ما كان نوتش ما كان تقاعد ما كان يقلبوني و ما كان وقف ما كان وقعد الأرض ما إله إلا الله وفا يزيب علينا نعطيك فدية ولا لا لأن مقدرة لوالو الله يفرج عليك للميناء الله يشافيك ويعافيك للميناء الله يشافيك ويعافيك يا رب يا دكتور دعم يود علمه مع الوالدة وعينة شوية الله تعالي شفية ويعافيه والوالدة وعنات بسك الله يا رب ودها علي معه الله يرحمه ورحمه واسع يا رب الله يرحمه ورحمه واسع على اللي ميناء يكن عندك بسنا والله يشافيك الله يشافيك لا إله إلا الله حفظك الله ورعك جوابا عن سؤال لللميناء الله سبحانه وتعالى جعل من رمضان شهر الرحمة والمغفرة والرضوان وجعل أحكامه ميسرا أحكام رمضان ميسرة وجعل التكاليف هي في ما فيها لا حرج ولا مشق ربنا سبحانه وتعالى بارك في هذا الشهر وفي عباده المؤمنين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لما نزل قوله تعالى في خواتم سورة البقرة قال ربنا لا تواخلنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كان كل مرة يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت فالله رحيم وبنسبة للمرضى والعجزة في رمضان أباح الله لهم الإفطار فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر وقال في أي أخرى من كان منكم أو على سفرين فعدة ففدية طعام ميسكين فالإنسان له أن يفعل حسب قدرته الذي عنده مرض يرجى برؤه هذا قال يا ربنا عز وجل فعدة من أيام أخرى هو مريض وأفطر في رمضان له أن يفتر وواجب أن يفتر حفاظا على سلامة صحته فلما ينقض رمضان يقضي يقضي فعدة من أيام أخرى أما الذي عنده مرض لا يرجى برؤه مرض عضال ومرض ملازم له فهذا عليه الفدية والفدية طعام مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم على رأيه الحنفية أما على رأيه الملكية فهو مقدار صاعم أو نصف صاعم يعني مقدار عشر الدراهم إلى خمسة عشر درهما فإذا كان الإنسان فقير هو أصلا فقير الحالة للأغتنامين من سيد سوين هي أصلا فقيرة معدمة وتعيش من أعطية الناس ما هي فديتها فديتها هي الاستغفار والذكر هذا هو فدية الفقير فدية المحتاج هو أنه يكثر من الاستغفار والتسبيح والذكر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا استغفار وتسبيح وذكر وربنا يتقبل منك ويقضي عنك هذا الدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الوالد ويجعله في فسيح الجنات وأن يجعله ضيفا مكرما عنده في الفردوس الأعلى وأن يشافي الوالدة ويطين عمرها ويرزقها رزقا حسنا وأسأل الله أن يشافيك للمينة الله يشافيك ويعافيك ويدويك فالإنسان إذا كان مريض ربنا أعطاه هذه النعمة نعمة أنه يفتر ويفدي أو يصر فيما بعد أما السنين فقال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال صوموا تصحوا لأن الصيام هو قوة للبدن بالنسبة للأصحاء لكن للمرضى ربنا عافى عنا وعندهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك للمريم كنتم تودا كنتم تودا كنتم تودا كنتم تودا أيها حافظك أنت ورعاك وجوابا عن سؤالك الفقه هذا الذي يحدث لك يسمى سلس الرحل في مجال الوضوء والطهرة هناك بعض الناس رجال ونساء يقع لهم السلس إما سلس البولي أنه يتبول ويشعر بقطرات تخرج منه أو عنده سلس الريح يخرج من ضبره ريح عنده مشكلة في الأمعاء دائما إما يسمع صوت أو يجد ريح هذا يسمى السلس في الأحوال العادية ينتقد الوضوء من وقع له شيء في الأحوال العادية انتقد وضوءه وعليه أن يعيد النظفة والاستنجاء ثم الوضوء لكي يصلي لكن من عنده هذا الأمر ملازم كي يتنظف كي يتوضى يضع كي يدخل الصلاة ويشعر بأن عنده سلس الريح أو سلس البول فكي يرجع انتقد الوضوء وكي عود يتوضى مرة تانية ويتتخر ثم يدخل في الصلاة فيقع لنفس المشكلة هذا حالة مرضية هذا يسمى سلس وعلاج السلس كيف يكون في العبادات قال صلى الله عليه وسلم أنه يتنظف ويتوضأ لكل صلاة لكل صلاة يعني أنك قد تدخل المرحلة تنظف ثم قد توضى ودخل للصلاة فإذا وقع منك سلس للبول أو للريح رغم كل هذا لا يهم استمر في الصلاة حتى ولو وقع لك داخل الصلاة وأثناءها شعرت بريح خرجت أو سمعت صوتا أو قطر منك بول لا شيء عليك أبدا وهذا أيضا بالنسبة للمرأة اللي عند الاستحابة كان بعض النساء عندهم الحيب تكون تلات أيام إلى سبعة إلى خمسة عشر يوما هذا هو الحيب أقصاه أقصى مدته خمسة عشر يوما وأقل مدته تلات أيام لكن هناك من عندهم دم مستمر يخرج منهن ماذا عليهن أن يفعل يلتحقن بحكم السلس أنهن يغتسن ثم يتطهرن ثم يتوضن ثم يشددن الوضوء لكل صلاة حتى ولو خرج منها دم أثناء الصلاة لا شيء عليها إنما ذلك عرق إن فجر فهذا هو علاجها وأسأل الله تعالى أن يشافي ويعافي ويداوي ويتقبل مننا ومنكم جميعا الصلاة وصالح الأعمال آمين آمين يا رب يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا للغزالة أهلا الشيخ دينار عشحال هادي وحنا نتصلوا بك شي عامين هادي ولا أكثر يا أهلا مرحبا لله وحنا كانت نتصلوا بك الله يزاجك بالخير وكانت نوسنا الدعا ديالك وبالكلام ديالك منوثين به دايما دايما ما كيخطانش الرديو الله يطول عمرك الشريف الله يزدك في المدى يوبسك الدعي معنا الله يزادك بخير ومعاولي دافي يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم الدعي معنا بالشيفة والعفو علينا والجامع المسلمين يا رحمن يا رحيم نتعلي مع واحد البنت عندي واحد البنت وولدتها يا رحمن دعي معنا بالشيفة رحنا كنت فاتحة وما زر ألسر عليها شوية الحال لا يلا يلا الله دعي مع فطمها الوالدين وامنتي الله يرحمه ومع الجوج ديالي الله يرحمه يا ربي يا ربي دعي معنا بالدعاء ديالك الله يزادك بخير بالعفو إن شاء الله لنا والجامع المسلمين يا ربي يا ربي الله يطول عمرك وشكرا ودعي مع ولداتي بزافر ومرضيين ومهديين ودعي معه بشي ربي يكمل عليه بخير وعلينا وعلم مسلمين يا ربي أمين أمين يا رب أمين للا أمين يا رب شكرا لك للا الغزالة من إقليم ألفود وخير ما نقوم به في هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان هو الاكثار من الدعاء ربنا عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في هذه الأيام بالضبط هذه الأيام فإني قريب الله قريب من عباده أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله يحب سماع دعاء عباده لعل الله تعالى يبتلي المؤمنين بالشدائر ويبتليهم بالمصائب ويبتليهم بالأمراض والأسقام والفقر والحاجة كل هذا يدعونه فإذا لم يدعوه سد عليهم الأبواب سد الأبواب أبواب الخلق ولم يبقى إلا بابه وكأنه يريد أن يسوقهم إليه سوقا فالمؤمن من يأنس من نفسه رشدة ويعجل إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى ونكتر من الدعاء هذه الأيام وخير الدعاء ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أمنا عائشة رضي الله عنها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنها للا لغزال أسأل الله تعالى أولا أن يرحم والديك وزوجك وجميع أمواتك وأموات المسلمين اللهم ارحم جميع أمواتنا يا رب العالمين وأسكنهم فسيح الجنات واجعلهم عندك ضيوفا مكرمين في عرصات الجنات اللهم يا رب العالمين اجعلهم عندك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون وأسأل الله أن يشافيك ويعافيك ويداويك ويمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية وأن يحفظ الأولاد والبنات وأن يجمع شملهم وأن يوحد صفوفهم وأن يرزقكم المولى رزقا حسنا رزقا طيبا رزقا كثيرا وأسأل الله تعالى أن ينور طريقكم ويتقبل منكم العمل الصالح في هذه الأيام المعظمة من صيام وقيام وتلاوة القرآن وبدل وإحسان يا رب تقبل منا وإياكم جميعا هذه الأعمال واجعلنا من عتقاء النيران واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى بشوار سيدنا محمد النبي العدنان اللهم أمين اللهم أمين يا ربي كريم